بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين على قناة بيب سبورتس وبرنامج الموهوب مع بيب رجعنا لكم تاني من خلال مباراة نادي الزمالك والبنك الأهلي في لقاء الجولة الخامسة للدور الممتاز 2021-2022 التي كانت تقام على أستاذ القاهرة المباراة بدأت بداية متوسطة الأداء بين الفرقتين وكان مستوى نادي الزمالك هابط شواء خالد جلال كان طبعا صاحي جدا المباراة وكان دارسها قويس جدا لدرجة أنه فضل مسيطر على المباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة كارترون خاد نقطة من المباراة اللي كان بيتمنى ياخد فقط ثلاث نقطة ويقرب الفرق بينه وبين أقرب منافسين نادي الأهلي وبرامدز اللي هما الأهلي كان في المركز الأول بخمستاشر نقطة وبرامدز بثلاثتاشر نقطة والنهارده الزمالك بعشر نقاط من ثلاثة فوز وخسارة واحدة من النادي الأهلي ويتعادل واحد أمام البنك الأهلي بدأت المباراة طبعا النهارده على غير العادة طبعا بداية متوسطة لحد الدقيقة خمستاشر كرة من ناحية الشمال من الشمال لليمين اصحاقه يعقوبه بلعب كرة ناحية الشمال طبعا بقراية للملعب بشكل جميل جدا تروح للعب من ناحية اليمين لعب البنك الأهلي اللي طبعا نروح للصورة اللي بعدها طبعا علشان نبقى معه أحداث اللقاء أول بقوا الطايمانج هنا الراجل اللي هو بيرفع كرة لمحمد هلال شوفوا المنظر يا جماعة المسافة طبعا واللعب يجري في النقطة هنا ويلعبها براسه ويلعبها طبعا مسافة كبيرة جدا فكانت جملة سريعة أدت لهدف قاتل في الداية 15 وطبعا مراجت نادي الزمالك عن التركيز في المباراة الكرة مرفعة طبعا هيت نروح للصورة اللي بعدها والطايمانج هنا طبعا هنعدي لعبة الزمالك هنخلي دي اللاعب اللي هو التاني يسحقه يعقوبه برضه برا اللاعب خلص هنقول ان فيه واحد اتنين تلاتة اربعة على لعب طبعا كتير جدا في وسط غابة من السقان لفريق نادي الزمالك النهاردة محمد هلال بيطلع من اعلى نقطة وبلعب الكرة برأسه تنزل على الارض طبعا الكرة لما تنزل على الارض يا جماعة بتزيد من سرعتها وبالتالي بتبقى صعبة على حارس المرمى ان هو يقدر يجيبها لانها ممكن تضرب ضند وتخش او لما تزيد سرعتها تخش وبالتالي سرعة الفعل وربد الفعل بيبقى صعب جدا لحارس المرمى اذا الهدف بعدما داخل اولا وكل لعبة الزمالك زعلانة طبعا لانهم ما كانوش يتوقعوا هذا الهدف ان يخش في التوقيت دي طبعا واللي يسأل عن هذا الاهداف كل لعبة بما فيهم حارس المرمى محمد العواد النهاردة هنبصلوا الكرة من ناحية اليمين والقرار في التوقيت في المكان صح 100% من اللاعب اللي جي من ناحية اليمين للبنك الاهلي عشان كده بنقول يا جماعة خلي بالكوا دايما وما تيجوا ترفعوا كرة يكون ارجع تاني بالصورة اللي فاتت ديها كده عشان نشرح لعبة الاطراف وهي بتلعب الكرة اي لعب بيلعب على الاطراف دايما يكون عينه على المثلث اللي هو الثمنتاشر علشان يحدد مدى يعني هيرفع امتى الكرة تكون في مكان الصحيح التوقيت والمكان في رفعة الكرة توقيت وطايم انج صح 100% بنسبة 100% هنا الكرة تروح تيجي جون انما هي لو جلت وجات شوية كده ناحية اليمين بتبقى نسبة التهديف فيها صعبة شوية لان يكون اللعبة رجعت رجعت مكانه وكل واحد تمركز في مكانه صح وبالتالي بتبقى نسبة التهديف بتبقى صعبة شوية علشان كده نطلب من الاطراف دايما يكون عينهم على هذا المثلث علشان طبعا يقدر ياخد التوقيت في الرفعة الرجل ده هو سبب رئيسي في كرة لعبة مسلث من صحاق العقوب من الشمال لليمين يرفعها من ناحية اليمين يطلع محمد الهلال من اعلى نقطة راكب الكرة وعمل حاجة محمد الهلال في هذا الهدف انه هو مش بنشيل وخلاص ده ضربها في الارض وده طبعا شغل المدربين من الناشئين بيدربوا اللاعبين على هذه الكرة لما ضربت في الارض بقت صعبة وزارت سرعتها يعني بقولوا السرق فيها محمد عواد ودخل فيه هذا الهدف اللي باعتبره جملة تكتكية رائعة جاي من نص الملعب اسحاقه يعقوب يلعبها بالشمال تروح من ناحية اليمين يلعبها الهاف اليمين لنادي البنك الاهلي يطلع رفعها جميلة جدا تيجي على رأس محمد الهلال محرزا الهدف الاول للبنك الاهلي طبعا الزمالك فضل يحاول طول الشوت الاولاني طبعا فرحة لعيب البنك الاهلي بهذا الهدف طبعا اسحاقه يعقوب النهاردة عمل جميل جدا هو اسامة فصل النهاردة صائية لللاعب محمد الاهلال في الستاشر دي الاولانيين وقت كويس جدا له وحشان كده اللعابة تخلي بالها ان هي مترقبة في كل تحركاتها وكل تصرفاتها الوقت اصبح الكمبيوتر بقى موجود بيسجل لنا كل التحركات لحد الهدف مجموعة الاهداف لمحمد الال حط هدف واجمال التزديدات اثنين طبعا وتزديدات على المرمى اثنين واستلام صحيح للكرة عشرة كل دي الارقام لما تبقى لبعد خمستاشر تصرف للكرة في ربع ساعة اعتقد نتيجة كبيرة جدا اعتقد ان محمد الال هيبقى من اللعابة اللي هتبقى قريبا ان شاء الله هتبقى في المنتخب القاومي لانه رجل بيشتغل على نفسه وكنا شايفينه امتابعينه في وادي دجل طبعا جمهور نادي الزمالك النهاردة كان حزين الاهلي ويرفعوا رصيد النقاط من تسع نقاط الى اتناشر نقطة النهاردة لكن خرجوا النهاردة بنقطة وحيدة وبالتالي رفع رصيد الى عشر نقاط ويوسع الفارق بين وبين اقرب نفسه النادي الاهلي وبرامدز نرجع الثاني للصورة وهنحل الاداء النادي الزمالك في الشوط الاولاني الزمالك طبعا قاعد يحاول على المرمى في الشوط الاول لكن دون فعالية اكيدة على المرمى مصطفى فتح الحظ كان عنده نادي الزمالك في الفترة القادمة هيبقى الحمل والعبق عليه زيادة جدا لان وقف القيد طبعا حرم نادي الزمالك من هو يضيف علشان يستمر في الاداء القوي والاداء الجميل كارتيرون بيعمل عملية تدوير للعبين داخل الملعب يعني بنشوف احمد سيد زيزو بلعب طرف يمين وتحته بعض اللعبين زي عبدالله جمعة وجنبه طبعا مصطفى فتح في الهجوم بنبص بعد شواء نلاقي احمد سيد زيزو يروح ناحية الشمال ويروح ناحية اليمين مصطفى فتح وامام عشور في نص الملعب وطرق حامج وبعض اللعبين والجزيرة طبعا بنشوف شغلة كتيك داخل الملعب وبالتالي كارتيرون بلاحظ ان هو بيعمل تغييرات في قلب الملعب غير التغييرات اللي بيعملها طوال المباراة نروح للدية 68 من احداث اللقاء وضرب جزاء للنادي الزمالك في الدية 69 الزنفول النهاردة اللي كان عامل مباراة كويسة جدا هدف زيزو النهاردة وانا عجبني جدا يا جماعة احمد سيد زيزو وهو بيركز علشان يشود اي ضرب الجزاء احمد سيد زيزو النهاردة جماعة بصراحة من افضل اللعبين اللي موجودة في مصر حاليا فهو ميركز زي بصص على الكرة ومركز ومحدد الزوية اللي هيشود فيها علشان كده وهو داخل على المرمى واخد القرار شوف وقوف على الكرة جماعة واخد على بعد حوالي متر من الكرة ورجل الشمال بتبقى جنب الكرة واخد قرار ومحدد الميزة بقى في ضربة الجزاء اللي بلعبها احمد سيد زيزو النهاردة انه هو بلعبها سريعة جدا شوطة قوية تيجي ومختار النص العالي للمرمى وبالتالي بتبقى صعب على اي حارس مرمى انه هو يتصدى له هدف جميل وبرافو احمد سيد زيزو متخصص ضربات السابتة او متخصص ضربات الجزاء لنادي الزمالك في الفترة الماضية له خمس اهداف دلوقتي طبعا في الدوري المصري برافو احمد سيد زيزو النهاردة من افضل اللعيبة اللي موجودين في الدوري المصري طبعا كارتون انا بقولك اه مخ انا قلت انا عرفته طبعا لكن هربت منه المباراة النهاردة وكانت هتبقى خسارة ويخسر التلات نقاط على طريقة كريستيانو رونالدو وهو داخل شوط اي تصويبة على المرمى برافو الزنفولو النهاردة بصراحة وراح مع الكرة دي دليل ان الزنفولو كان مستعد ومركز في المبراءة تركيز قوي جدا وكده ان هو يجيبها يعني حتى الصورة دي تنرجع لنا تاني بالصورة اللي فاتت ارجع كمان واحدة اه كده ان هو ايه هيجيبها الزنفولو اصلا جسمه طويل وحارس مثالي في طوله كان هيجيبها لكن ارجع تاني بالصورة دي وعشان احنا ناكد الكلام اللي احنا ارجع تاني للصورة اللي فاتت بشوتها في النص اللي فقاني علشان تبقى صعب على حارس المرمى زي ما احنا قلنا قبل كده دي طبعا زي ما احنا بنتكلم يا جماعة اي لعب ييجي شوت الكرة شوف رجله جنب الكرة مفيش ماشي واخد الكرة وشوف رجله مرفوع ازاي مستوى جسمه هو بشوت المنظر دي طبعا منظر او الصورة دي مثالية لاي لعب هو بشوت اي كرة ثابتة مركز وتعلمها صح عشان كده احمد سيد زيزو مدرسة في التصويبات وفي الرفعات برافو جدا احمد سيد زيزو يعني مدرسة كله بتعلم منه دلوقتي تصويباته ورفعاته دائما شوف التركيزة جماعة عينه على الكرة وجسمه وسيدره نامله قدام يعني فيه ميول بجسمه كده هو داخل على الكرة هتلاقي دايما كده مركز وداخل شوته الكرة بارياحية علشان كده والتركيز والاسرار بص المنظر يا جماعة واقف حاجة على الصورة تانية اللي فاتت شوف المنظر وتصويبته لكرة مستوى جسمه الراجل ده واقف صح بنسبة 100% وهو بيصوب الكرة على المرمى او ضربة الجزاء برافو عليها طبعا احمد سيد زيزو في ديئة سبعين احرص ضربة الجزاء مجموع الهدف واحد اجمال التسديلات واحد مجموع التمريرات تلاتين صناعة فرص حقيقية خمسة طبعا الاحصائية بتاعته مش حلوة زي محمد يلال لكن ده مجموع السبعين ديئة من المباراة طبعا احصائية وليلة شوية لأحمد سيد زيزو في المباراة دي دليل ان الزمالك النهاردة ما كانش مركز كويس في المباراة وكان عنده اجهاد وصل للتعادل الاجابي وكاد ان يحرز مصطفى فتحي هدف النهاردة وكان هيبقى فيه اسبقية لنادي الزمالك ما تنسوش يا جماعة النهاردة قبل ما ننهي الحالة تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايق علشان يصلك كل ما هو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة